اشتركوا في القناة وحضور آخر قداس له في روما وفي كلمة خاصة عبر البابا بني ديكتوس عن حبه للكنيسة وشكر الحاضرين على تفاهمهم لقرار استقالته قبل توليه منصب الباباوية كان الكاردنال الألماني يوزيف راتسينجا معروفا بفكره التقدمي ورغبته في إرساء لا مركزية داخل الكنيسة لكن بعد اختياره حبرا أعظم منع محاولات جعل مناهج التعليم الكاثوليكية أكثر لبرالية الأمر الذي خيب آمال الكثيرين فما هي الصورة التي سيخلفها بني ديكتوس السادس عشر هل هي صورة البابا الدوغماتي المتزمت أم صورة المدافع عن العقيدة الكاثوليكية يرافقكم في هذه الحلقة أحمد عبيدة أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى برنامجكم كوادريغا في حلته الجديدة قبل البدء بمناقشة موضوع حلقة اليوم أرحب بضيوفي السادة يوسف كوريا الباحث في علوم الأديان والأستاذ المحاضر في جامعة بيرلين الحرة والسيد رالف غدبان الكاتب والخبير في شؤون العالم الإسلامي كما أرحب بالأستاذ عاصم حفني الأستاذ المحاضر في مادة العلوم الإسلامية بجامعة ماربورغ أبدأ حلقة اليوم معك سيد رالف غدبان والسؤال ما هي الصورة التي ستبقى عالقة في الأدهان عن البابا المستقيل بنيديكت السادس عشر إذا أردنا تقييما عاما للفترة التي لباباوية البابا بنيديكت السادس عشر يمكننا القول أنه أتى في استمرار للبابا السابق يحن بولوس الثاني وهو ضمن تراثه هذا ولفهم هذا التراث من الضروري معرفة ماذا فعل يحن بولوس الثاني يحن بولوس الثاني هو أنهى عملية المجمع المسكوني في فاتيكان الثاني الذي تم بين 1962 و65 وهذا المجمع المسكوني هو بالنسبة للكنيسة الكاتوليكية هي تصفية المرحلة السابقة ومن رواسب القرون الوسطى وانفتاح جديد على العالم وتبني الحداثة بدون أي تردد وحقوق الإنسان والحريات الدنيا وخاصة احترام الأديان الأخرى من بينها الإسلام ولذلك بدأ حوار الأديان بين الكنيسة وبين الديانات الأخرى بشكل مكسف أكبر وعندما أتى بولوس يحن بولوس الثاني عام ١٧٧ فكان همه يمكن وضع شعار العقيدة والحرية يعني تقوية الإيمان كردة تفعل على انفتاح الكنيسة التي حصلها سابقا والتجديد على الحرية وسهم بإسقاط الاتحاد السوفيتي وعين البابا يوحن بولوس يجب أن لا ننسى ذلك البابا بنيديكت الحالي رئيس عام ٨١ رئيس مجلس العقيدة أي أنه في الفاتكان أي أنه هو الشخص الذي كان يهتم بموضوع العقيدة وأتى بعده وتابع تراثه مع بعض التغيير التغيير الذي حصل أنه حافظ على موضوع العقيدة أولا لكن وضع موضوع الكنيسة في المرتبة الأولى وحاول إعادة توحيد الكنيسة لذلك نفهم محاولاته المستديمة إنعاش المسيحية في الغرب وإعادة استقطاب الأصليين المسيحيين وإدخالهم في الكنيسة مجددا وهذه التصرفات هي قضايا كثيرة طرحتها سيد رالف غضبان لكنه عين أيضا في الفترة نفسها في 1981 عينه البابا الراحل يحن بولوس الثاني لضبط اللاهوتيين من دعاة التحرر في أمريكا اللاتينية تحديدا يعني ألم يكن ذلك نوع من التناقض بين الدعوة للتحرر لتحديث الكنيسة وفي ذات الوقت الرجوع إلى أصل العقيدة والتحجر هذا كان مسلك البابا يحن بولوس الثاني التشديد على العقيدة وبالتالي كان بحاجة إلى بنيديكتوس الحالي ليضبط هذا الأمر وخاصة ليواجه اللهوتي التحرر في أمريكا اللاتينية من بين الأشياء الكثيرة التي قام بها نعم إذن يمكن أن نطرح سؤالا في هذا السياق سيد يوسف كوريا ما الذي تغير في الكنيسة فعليا مع أو خلال حبرية البابا بنيديكتوس السادس عشر هذا السؤال يحيلنا إلى تاريخ ثمان سنوات من حكم البابا كبابا على الكرسي البولوسي ويضعنا أمام إشكاليات كبيرة من أهمها بأن هذه الكنيسة الكاثوليكية وضعت أطورا جديدة لللاهود وتغييرات أيضا في القدس الإلهي وأيضا تصريحات جديدة من ضمنها تصريحات اجتماعية تصريحات عن الوضعية الاجتماعية السائدة بين الكاثوليك وبين الكليروس أي الكهنوت الكاثوليكي منها كيف نستطيع أن نواجه أزمة الإنحلال الخلقي منها كيف نستطيع أن نواجه مسألة الكهنوت النساء وإلى ما هناك هذه الإشكاليات عايشت فترة البابا بين الدكتوس وكان لها أيضا ثقلا كبيرا عليه وربما أيضا من أحد الأسباب التي جعلت البابا يقدم استقالته أي الفترة التي عاشها فترة مديدة ثماني سنوات ولكن المشاكل التي عينها كانت بمقدار ثمانين سنة وهذه هي الإشكالية الكبيرة بين الحداثة في الكنيسة كما صرح أيضا زميلنا وبين العقيدة وهذه الإشكاليات واجهها للأسف بني دكتوس إن شئنا أن نقول بوسيلة ضعيفة قروسطية ممكن نعم لعل هذا يحلنا لطرح التساؤل على الأستاذ عاصم حفني كمتخصص في الدراسات الإسلامية من نجات نظرك البابا تحدث بالأمس عن أن اضطهاد الكنيسة يأتي من الكنيسة نفسها ما المقصود بهذا الأمر؟ ما هي المشاكل الفعلية التي تعاني منها الكنيسة من وجهة نظرك؟ في البداية قبل أن أبدأ الإجابة على هذا السؤال أنا لا أستطيع أن أرى البابا والكنيسة من الداخل كما فعل الزملاء العزاء ولكن ممكن أن أتحدث عنها كمقاءة كمراقب من الخارج الصورة التي عرضت عن البابا صورة إيجابية وأستطيع أن أتفهم ذلك كرجل دين يقف على أكبر مؤسسة مسيحية في العالم يريد أن يحافظ على العقيدة ويريد أن يجمع شتات المسيحيين الكسوديك في أنحاء العالم ولكن هناك زوانب سلبية لنا كمراقبين من الخارج وكمتخصصين في الدراسات الإسلامية النظر المتشددة كان ينظر أنه يخالف قضية التحرر التي يدعى أنه كان يؤيدها لم تكن حاضرة من ناحية الفعلية هناك نسبة فساد كبيرة في الكنيسة فساد أخلاقي ظهرت له بواد الكثيرة تريد أن تشير إلى قضية التحرش الجنسي بأطفال من قبل هذا من ناحية الأخلاقية وهذه طبعا نقطة وصمة في تاريخ الكنيسة في عهده هناك نقطة أيضا تتعلق لكن الرجل تصدى للموضوع وبحزم وحتى خرق ذلك الصمت الذي كان قانون الصمت يسمى من قبل المجمع الكهانوتي ضياع نسخ نادرة من الإنجيل ثلاث نسخ من مخطوطات نادرة جدا ضاعت ويقال أنها بيعت بشكل أو بآخر كل هذه المشاكلة أنتم تتحدثون عن الإرس الذي يتبقى بعد الباب فهذه الصورة بالنسبة لمراقب من الخارج ستظل عالقة في الأزهار أما بالنسبة للسؤال طبيعي هو يرى أن بعض المسيحيين يبعد عن المسيحية العلمانية بها شكل من التطرف والمحاربة الدين فلذلك من داخل المسيحيين هذه القضية موجودة في معظم الأديان موجودة في الإسلام لذلك كما يقول بعض المسلمون العرب عدو الداخل أشد من عدو الخارج فهو يخاف من المسيحيين المتحللين الذين يعطون ظهرهم أكثر فأكثر لتعليم الدين وقيم الدين ربما يكون التشدد من جانبه كرد فعل لهذا الانحلال وهذا التطرف ربما يكون هذا التشدد مفهوم من هذه الناحية هو وضعه مثل وضع أي رجل مسؤول عن جماعة دينية يعني فيظل حائر بين أن يعطي مزيد من الحرية أو يتمسك أكثر حتى يحافظ على العقيدة أتفهم تشددهم من هذا الجانب سيد رالف غضبان هل لديك تعليق؟ أعتقد أن المشكلة برأيي هي أنه يمثل ردة على الخطوة التحررية للفاتيكان الثاني والردة هي لذلك هو محافظ وبرأيي كان خطأ كبير أن ينتهب البابا بنيديكوس بعد يحن بولوس لأن الجميع كان ينتظروا أن يأتي شخصا من العالم الثالث ثلاث أرباع الكاثوليك في العالم الثالث ولا يواجهون خطر لا هنالك خطر على الكنيسة الكاثوليكية فنموها هو كنمو الإسلام نموا ديمغرافيا لأنها متوازدة في العالم الثالث كالمسلمين وبالتالي نسبة الولادات عندهم عالية لذلك كان خطأا أن يأتي بنيديكتوس ويركز على الغرب لأن الكاثوليكية ليست الغرب فإذا عددنا سفراته إلى الخارج نرى أنه أتم 24 زيارة منها ثلاثة فقط لأفريقيا وإثنين فقط لأمريكا اللاتينية مع العلم أن نصف الكاتوليك في العالم في أمريكا اللاتينية وأثى ثلاث مرات إلى ألمانيا بدون أي فائدة لم يؤثر على الخروج من الكنيسة المستمر لأن العلمنا في هذا البلد لا توقف من زيارات من قبل الفاتيكان لربما قدومه إلى ألمانيا وتركيزه على عملية ما سمه أيضا بالتبشير الجديد في المجتمعات المائعة كما وصفها هو لإعادة العقيدة إلى الدول العلمانية وتحتدا إلى أوروبا وهذا ركز عليه جهودا كثيرة أما بالنسبة لأمريكا اللاتينية والدول العالم الثالثة أعتقد أن الكنيسة التي تعاني هناك بهذه المشكلة أعتقد كان من الأفضل فعلا كما قال الأخذ التركيز على المسيحيين في دول أفريقيا والدول الأفقر أنا سأتحدث بشكل محايد طبيعا أنا أنتمي للدينة الإسلامية ولكن بشكل محايد كمراقب من الخارج نسبة الفقد عفوا بالنسبة أتحدث أيضا بشكل محايد أتحدث بشكل محايد أحاول أن كان من الأولى أن يركز على فقراء المسيحيين في أفريقيا ومسالة الكاثوليك في أفريقيا هم أحوج برعاية الكنيسة لديهم مشاكل اجتماعية في التعليم ونقص الكنائس ومشاكل في الفقر والمرض أعتقد الدين بالدرجة الأولى وسيل الدعم ومساندة روحية ومادية كان من الأفضل أن يركز على هذه الدول حتى لا تبعوا أكثر عن الدين في أوروبا الحاجة ليست ماسة بنفس الصورة لأن الفاقد هنا نعم موجود العلمانية موجودة ولكن الحديث في الغرب يحتاج سنوات لأن نسبة التعليم عالية جدا نسبة الدواء عالية جدا فاستقطاب المسيحيين في الغرب أعتقد أصعب منه من الحفاظ على المسيحيين البسطاء في الدول الفقيرة لعل الانتخاب البابا القادم يكون من أحد هذه الدول الأمريكا اللاتينية وأفريقيا يوسف هل لربما نضجت هذه الفكرة لدى المجمع الكرادلة الذي سينتخذ بابا جديد ولربما سنشهد حبرا أعظم في الفاتيكان من أصول لاتينية أو عربية أو إفريقية ربما المجال مفتوح ولكن هذه أمنيات نحن نعرف بأن الكنيسة الكاثوليكية هي كنيسة الدولة وكنيسة الدولة تذهب بشكل مباشر إلى استمرارية المؤسسة واستمرارية المؤسسة بهذا المعنى ليست من الخارج المحيط إنما من الداخل القريب وهذه الإشكالية عاشتها وعاشتها الكنيسة الكاثوليكية منذ نشأتها حتى الآن وهذه من إحدى أهم المشاكل التي نعيشها بأنها في كثير من الأحيان تصارح بأسلحة من خشب مع التقدم والعصرنة وإلى ما هناك وهذه من القضايا الحساسة في المجتمع الغربي كيف أستطيع أن أقف أمام هذا التقدم العلماني وهذه النظريات المفتوحة بكتاب مقدس أحترمه أخلاقيا وأحترمه عقائديا وأحترمه ماورائيا وغيبيا ولكن لا أستطيع أن أقف أمام حدوده معرفيا وهذه مسألة مهمة ملحة على الفاتيكان يجب أن يفتح الأبواب أمام هذا الشيء يجب أن يدع الإيمان بحرية أكثر من الإيمان بقيود وهذا عود إلى ما قلته وما سألت زميلي هنا الهدم من الداخل في الكنيسة أي نحن بحاجة إلى لاهوت جديد كي نسمع الكلمات القديمة بنغمة جديدة بنغمة عصرية وهذا طلب ملح وأهم شيء أيضا يذكر للبابا بأنه له مؤسسة خيرية وفاعلة في أفريقيا وفاعلة في أمريكا اللاتيني ولكنها لا تكفي الكنيسة الكاثوليكية لديها المال صحيح ولكن كيف يوزع هذا المال؟ هذا هو السؤال ويجب أن لا ننسى كما قلت أولا أن الكنيسة الكاثوليكية هي مؤسسة والمؤسسة قائمة على تحالفات والتحالفات تقوم بين الكرادلة وتقوم بين القساوس وتقوم بين المجموعات وإلا ما هناك من هذه القضايا المهمة التي آمل أن نتطرق إليها في حديثنا اليوم سنتطرق إليها بطبيعة الحال لكن سنتوقف مع تقرير يستعرض لأهم إنجازات البابا بني ديكت السادس عشر نعود بعده مشاهدنا الكرام لاستكمال نقاشنا في هذا الموضوع فابقوا معنا لم يكن البابا بني ديكتس السادس عشر الأكثر ترحالا مقارنة بسابقيه لكن ورغم تقدمه في السن لم يتردد في زيارة بلدان أخرى أهمها زيارته إلى كوبا حيث حمل معه رسالة سياسية فلقاؤه بفيدل كاسترو كان مؤشرا على استعداد الكنيسة للتحدث مع خصم سابق واسع البابا بني ديكتس أيضا إلى تحسين العلاقات مع الأديان الأخرى إلا أن ربطه بين الإسلام والعنف أثناء زيارته لمدينة ريغنسبورغ الألمانية أتى بنتائج عقسية كما أن جولته في إفريقيا أثارت جدلا واسعا فرفضه لاستخدام الواقع الذكري في مكافحة الأيدز كان بمثابة تجاهل للتقدم الطبي وأغضب أيضا الكثير من الأفارقة ما يدل على أن رسالة بني ديكتس لم تلقى دائما آذانا صاغية رسالة بني ديكتس كما يقول التقرير لم تلقى دائما آذانا صاغية تحدثنا هنا في التقرير عن اعتبار الواقع الذكري ليس واقيا فعليا من الأيدز تحدثنا عن زيارات قليلة لدول أمريكا التي نحيث العقيدة المسيحية في أوجها إلى ما هناك لكن السؤال المطروح الآن هل يعتبر أو تعتبر استقالة البابا بني ديكتس السادس عشر تهربا من المسؤولية خاصة لما نعلم أن تحمل المعاناة من أجل الآخر هو أساس الديانة المسيحية ألم يهرب من مسؤوليته بهذه الاستقالة؟ لا أعتقد أن هذا كوبلا بشكل سلبي من أي طرف في معني بالأمر لأن المشاكل الحالية غير مشاكل الأمس فهي مشاكل كبيرة ولا يستطع رجل متقدم في العمر كبني ديكت 85 سنة وأن يقوم بها فالمشكلة برأيي وقد لمح إليها هانس كونغ مؤخرا هانس كونغ هو لهوتي كاتوليكي زميل دراسة للبابا بني ديكت وتساءل لماذا البابا يستقيل وينسحب ويعزل نفسه في دير داخل الفاتيكان بمعنى آخر لماذا يبقى قريب من السلطة هل يريد في المستقبل أن يدير الشؤون وراء الستار؟ وهذا إذا حصل بالإضافة إلى عدم انتخاب بابا من العالم التالي سيكون برأيي كارثة بالنسبة للكنيسة الكتوليكية بشكل عام لأن الخط الذي يمثله لا يقبله أحدا في العالم فشعبيته في أمريكا اللاتينية متدنية جدا وفي إفريقا لا يفهم أحدا أنه يمنع استخدام العازل لمواجهة مرض الإيدس فبالتالي الموضوع إذا وأعتقد أن هانس كونغ مطلع إلى حد ما إذا حصل هذا الشيء فالأمر ليكونه شديد الخطولة لكن هانس كونغ أعتقد تحدث أيضا عن وانتقد أيضا حفاظ أو احتفاظ خادم البابا بمنصبه حتى عندما يأتي البابا الجديد مع أنه ستكون له وظيفة مزدوجة أي سيكون أيضا سكرتير للبابا بنيديكت السادس عشر الذي سيبقى في الكنيسة وهنا بدأ الحديث عن بابا الظل هذا ما أعني وهذه هي مشكلة لا يقود ذلك لربما إلى انقسام داخل الكنيسة إذا أضفنا إلى ذلك أن البابا بنيديكت عين عددا كبيرا من الكرادلة وخاصة وأغلبيتهم من المحافظين مثله فبالتالي التوقعات ليست إيجابية جدا وخاصة بأخذ الانتباع جميع أفريقيا لها تسعة عشر كاردينال والوليات المتحدة لها تسعة عشر كاردينال رغم أن الوليات المتحدة فيها سمانة وستين مليون كاتوليكي وأفريقيا فيها مئات الملايين فهذا يعطي فكرة عن الاتجاه ويجب تصحيحه والعودة إلى الفاتيكان الثاني وتعليمه التحررية الفتحية يعني بكلمة مختصرة الفاتيكان الثاني أنزل الكنيسة من عليائها بدل أن تكون الراعي للأغنام المسيحيين أصبح المسيحيون شعب الله والكنيسة مرافقة لهم أي تتجاوب مع مشاكلهم الاجتماعية ومع الرد الرجعي الذي تم مع يوحن بولوس وخليفته بنيديك فحصل ابتعاد عن مشاكل الناس المشكلة الأساسية لذلك نرى مثلا تراجع عدد الكهنة ليس فقط في أوروبا في جميع أنحاء العالم لأن لا أحد يفهم لماذا على الكهنة أن لا يتزوجوا خاصة بعد التحرش بالأطفال والفضائح الكبرى التي حصلوا نعم لربما سنقف عند الاستقالة كقرار سياسي في حد ذاته ألم يعد بهذه الاستقالة التي هي استقالة غير مسبوقة مدى سبعة قرون أي يقوم البابا بمحض إرادته بالتخلي عن منصب البابوية ألا يدر ذلك بمنصب البابوية وألا يعني ذلك أن الباب الجديد قد يستقيل عندما يحاصر بفضائح معينة وعندما يعجز عن مواجهة مشاكل معينة تفضل يوسف شكرا أعتقد أن هذا السؤال أو إرحاصات هذا السؤال كانت عند كاردينال محافظ أيضا وقال هل انتقلنا من النعمة الإلهية إلى الوظيفية بمعنى أننا نقوم بوظيفة معينة وحينما نصل إلى عمر لا نستطيع أن نقوم بهذه الوظيفة نتغلى عنها وكما ذكرت أيضا تحمل المعاناة في المسيحية مسألة ضرورية ولكن هذا مربوط أيضا بالقدرة على تحمل هذه المعاناة وأعتقد في كل الاتجاهات مهما ذهبنا يمينا أم يسارا لن نرى إلا إيجابية أكبر من السلبية في موقف استقالة البابا أولا لأنه فتح المجال لكشف أسرار جديدة عن الكنيسة الكاثوليكية وثانيا والأهم من ذلك أن قراره يتمثل بصفة أو بأخرى بشكل شخصي أي أنه ليس بحاجة للعودة إلى الكرادلة لتقديم استقالته وثالثا والأهم كي لا تبقى الكنيسة معزولة أو بعيدة عن هذا الواقع قدم موعد الاجتماع الأساقف والكرادلة كل هذا له إيجابية وطبعا ما قاله زميلي بأن التحالفات القائمة بين الكرادلة هي التي ستحدد من سيكون البابا جديد ونأمل أن تكون هذه التحالفات لمصلحة الكنيسة الكاثوليكية على اعتبارها مؤسسة اجتماعية أولا وفاعلة في المجتمع ثانيا ونأمل بهذه الصغة أن تأخذ الانتخابات البابوية هذا الاتجاه أي أن تحدد العمل البابوي لشخص وظيفيا أي عندما لا يستطيع أن يتم هذا العمل لا يعني بأنه مع فقدان الوظيفة أنه فقد نعمة الكهنود وهذا ما أكد عليه أيضا البابا بن الدكتوس فقال أنني سأبقى خادما للكنيسة سأبقى بمعنى كاهنا للكنيسة ولكني لست الذي يحمل هذه الوظيفة الثقيلة على كاهله وأرى هذا الموقف إيجابيا رغم أنه صدمة للكنيسة من الداخل أنه رد على الكنيسة أولا وليس رد على المؤمنين هو رد على المؤسسة الكنسية بكل أبعادها بكل تهرباتها من الإجابة على الأسئلة الاجتماعية والسياسية الملحة كل هذه الأمور وضعها البابا بن الدكتوس في استقالة مشهورة وتكتب له في التاريخ ربما لن تتكرر إلا بعد سبعة قرون أخرى نعم أستاذ عاصم حفني كيف استقبل أقباط مصر وأنت المطلع على الأمور في مصر كيف استقبلوا هذه الاستقالة كيف كانت ردة فعلهم وكيف هي العلاقة أصلا بين أقباط مصر والفاتيكا بالذات العلاقة العلاقة للأسف شابهة بعد التوتر لأن أقباط مصر يعني يعني يفهموا أنفسهم كنتيجة واحد مع المسلمين في مصر صعب التفريقة الشديدة بين عنصرية الأمة كما يسمون لذلك العلاقة شابها بعد التوتر خاصة بعد الكلمة الشهيرة التي ألقاها بيردوكتوس السادس عشر في ريغنسبورغ في عام 2006 وأساء فيها الإسلام وتاريخ الإسلام وأن الإسلام لم يأتي بسلام أو تشرى بحد السيف وأن الإسلام لا يتفق مع المنطق والعقل وما إلى ذلك فكانت ردة فعل الكنيسة نفسها معارضة لهذا التوجه حتى الراحل بابا شنودة السادس أسقف الكنيسة الملقصية في مصر انتقد هذا التوجه هذا على المستوى الديني يعني هو انتقد هذا النقد الشديد للإسلام على المستوى الديني على المستوى السياسي أيضا كان ينظر لبابا بدلوكتوس السادس أنه يتدخل في شأن السياسي في الشرق الأوسط خاصة في الصراع العربي الإسرائيلي أيضا نحن نعرف أن البابا شنودة له موقف مؤيد للقضية الفلسطينية في الشرق الأوسط كأنه مثلا حرم على المسيحيين الحج إلى الكنيسة القيامة حتى تتحرر فلسطين لذلك هذا الموقف يلتقي طبعا مع الطموحات والأمال الإسلامية وطموحات المسلمين فبصفة عامة كان العلاقة متوترة عاما استقبال القرار الاستقالة نفسه أنا أرتفق مع السيد يوسف في الحقيقة أن هذا إرساء وتكريس لروح جديدة عند رجال الدين عامة سواء في المسيحية أو في الإسلام أنا أتمنى من أي رجل دين مسؤول إذا كان مسؤول عن شيء معين كهذا عندما يشعر أنه لا يستطيع أن يقدم جديد أو لا يستطيع القيام بمهامه أن يتنحى دون أن يتعرض النقد جديد أو يجبر على هذا التنحق يترك صورة طيبة ويستمر كما في الجامعة نقول استمر كأستاذ كباحث وهذا يستمر كاهن يستمر كعالم يستمر كمورشد روحي وما إلى ذلك ولكن المنصب الرسمي الذي يستدعي القيام بمهام رسمية وتخص قرارات أنا أرى ذلك شيء جيد جدا وطيب جدا ربما يمحو بعض الأصار السلبية العالقة في الأزهان عن فترة بنيدكتس السادس عشر لكن ربما علاقة البابا المستقيل بنيدكتس السادس عشر عندما اقتبس من أحد القادة العسكريين البزنطيين تصوره للإسلام على أنه لم ينتشر إلا بحد السيف أصلحه من خلال الدخول في حوار مع رجال دين مسلمين استقبالهم لديه في الفاتيكان والذهاب إلى تركيا والصلاة مع مجموعة من الأئمة في المسجد الأزرق أعتقد أنه أصلح إلى حد ما للأسف كانت هذه محاولات شكلية ولكن كما تابعنا يعني مثلا موقف الأزهر الأزهر في البدايات وفي بداية عصر البابا بنيدكتس أسس ما يعرف بلجنة الحوار وخاصة مع الفاتيكان وكان لها أعضاء من الفاتيكان ومن الأزهر بعد هذه الكلمة الشهيرة جمد الأزهر نشاط هذه اللجنة واشترط لعودتها اعتذار البابا للأسف البابا لم يعتذر ولكنه كما يقولون بلغة العربية زادت طين بل لأنه قال يؤصفني أن المسلمين فهموا تصريحاتي على هذا النحو هذا يعني بشكل أو بآخر أن المسلمين لا يفهمون يعني أنه أساء أكثر استقال ولم يعتذر رالف غضبان في علاقة البابا مع الديانة اليهودية أيضا ارتكب خطأا يعتبره المتتبعون خطأا شنيعا عندما عين أربعة أساقف أصوليين متشددين بينهم ريتشارد ويليامسون الذي أنكر المحرقة اليهودية يعني على في إطار قرار رفع الحرم الكنسي كما يسمى ألم يخطئ أيضا في هذا المجال في علاقته وفي حواره مع الديانة اليهودية لم تكن رد تفعل المجتمعات اليهودية وإسرائيل بالشدة التي كانت رد تفعل المسلمين على خطاب ريغنسبورغ لأنهم في الوقت نفسه أعملوا العقل وتفهموا موقفه أي يفهمون أن كما قلت في شعاره العقيدة والكنيسة وحدة الكنيسة هي أساس وفي هذا الإطار أنتقد بأنه كان عليه أن يميز بين المطارنا الثلاثة الآخرين وهذا المطران لأن الذي فعله لا يسامع عليه فبالتالي النقد كان واضح وموضوعي ومحدد بينما النقد المسلم وموقف بالنسبة لخطاب ريغنسبورغ برأيي ورأيي كثيرين إذا تقرأ الخطاب لا داعي لأن يعتذر ولم يعتذر ومعه حق برأيي أن لا يعتذر لأنه ذكر اقتباس من جدل حصل في القانو الرابع عشر استطيع أن تقتبس من التاريخ ما تشاء يعني استطيع أن تقتبس في تاريخ المسيحي وهذا هو الموضوع والذي كان على المسلمين أن يتعاطوا معه نقدي أراد انتقاد عدم تحكيم العقل في الدين والنزعة إلى استعمال القوة في الدين بصفة عامة وليس في الدين الإسلامي خاصة في الدين الإسلامي لأن الحوار الذي بدأ بعد فاتيكان الثاني كان أول خطوة كام بها هي دعوة المجلس الإسلامي الأعلى في الأزهر إلى زيارة الفاتيكان عام الفتيكان يعني الخطوة كامت منهم والانفتاح وقضايا منها وبعد حوار طويل تبين أن المسلمين لم يقوموا بأي خطوة إيجابية ضمن الحوار والخطوة الإيجابية في الدين تتم عن تطوير اللهوت يرفضون كلية اللهوت ولذلك النقطة حاول استعمال العقل ما هو اللهوت اللهوت هو استخدام العقل لفهم العقيدة أنا أتفق فقط أريد أن أعقب في هذا الإثار لكن لماذا اعتذر لليه؟ وقال بأنه ارتكب خطأا شنيعا لم يكن لأنه خطأ كما ذكرت ليس ممكن أن تسامح هذا المطرق وهذا لا يشمل المطارين الأخرين يعني هو الاعتدار بحجم الخطأ سريعا أنا أتفق طبعا من حيث المبدأ أن أعمال العقل في الدين مهم جدا يعني هذه وظفهم وأنا أتفق أيضا أن بعض المسلمين يعوذهم استعمال العقل في الدين نعم نعم ولكن هذا الشيء يطلبه كل دين وليس دين الإسلام فقط يعني بالنسبة لإقتباس نعم هو اقتباس أنا أستطيع كمتخصص أن آتي بإقتباسات متعددة من الإنجيل نفسه أو من وقاع تاريخية توسيء لتاريخ الإسلامي وتظهر جانب المسيحي وتظهر جانب السيء في المسيحي وأستطيع أيضا أن أستقي اقتباسات أو مواقف تاريخية معينة تظهر جانب الآخر كان عليها أن يوازن بين الشيء الأزهر حاليا مثلا يعني شيخ الأزهر الجديد أحمد الطيب يعني عين أكثر من مستشار منهم مستشار دارس في السربون يعني يعتبر توجه مدني علماني مستشار للحوار وهم بعد الاستقال قالوا نحن نرحب بالتعاون مع الفاتيكان لكن شريطة طبعا المساواة بين الشيخين نعرف هنا فقط للعبور إلى نقطة أخرى أن الدول العربية كانت محكومة بأنظمة لا علاقة لها بالإسلام وإنما دائما يتم تسخير الإسلام من أجل تكريس السلطة لو سمحت لي يوسف أريد أن ننتقل إلى شيء آخر إلى الحديث عن علاقة الكنيسة الدولة الدولة الكنسية الكاتوليكية مع الكنائس الشرقية الوطنية كيف هي طبيعة هذه العلاقة؟ شكرا لهذا السؤال لأن هذا السؤال يربط الفكرين مع الفكري زميلية طبعا في هذا السياق تقدم الكنيسة الكاتوليكية على اعتبارها كنيسة الدولة من القرن السادس لحد الآن منهجا واحدا ألا وهي هي حاملة الإيمان وركيزة الإيمان وكل الكنائس الأخرى ما هي إلا هرطقات مسيحية ولا بل أكثر من ذلك قد يكون الإسلام مسيحيا أكثر من هذه الأرطقات المسيحية وعلى هذا الاعتبار نشأت مجازر في التاريخ المسيحي وأين كان العقل المسيحي في هذه المسألة سؤال يطرح نفسه لماذا لم ينتقد البابا الذي قبل بالحروب الصليبية الذي قبل أن يكون الجنود الذين يقتلون في الحرب الصليبية شهداء مع العلم أن هذا منافي للفكر المسيحي بأن الشهادة هي شهادة سلبية ليس مثل الإسلام شهادة إيجابية أن تقتل وتقتل في المسيحية أن تقتل أن تشاهد لا أن تقتل وتقتل وهذه مسألة حاسمة وضعتنا أمام إشكاليات على مر التاريخ مع الكنيسة الكاتوليكية التي كانت تعتبر نفسها دائما الحامل الأساسي للإيمان لهذا السبب بدأت بإرساليات تبشيرية للمسيحيين بنظرها الهرتقة وهنا أذكر الكنائس الشرقية المسيحية وهي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة السوريانية الأرثوذكسية والكنيسة الحباشية والكنيسة الأرمانية بشكل أساسي لأن هذه الكنائس لا تعد من الكنائس الخلقدونية في المجمع الخلقدوني الذي وحد الكنائس بالكنيسة الرومانية على هذا الاعتبار اتجهت الحملات التبشيرية من جديد إلى فلسطين ولبنان ومن هناك إلى البصرة في العراق ومن البصرة إلى بغداد والموصل وإلى أرميا في شمال إيران إلى جنوب شرق تركيا وإلى أنطاكيا كل هذا السير لجأ به من القرن الـ XI إلى القرن التاسع عشر لا بل إلى الآن وهناك الانشقاقات الكنسية داخل الكنائس الشرقية يعني أن تسمع بكنيسة قبطية أرتوذكسية وكنيسة قبطية كاثوليكية أن تسمع بأنه يصرح بأن المسيحية الشرقية هي المسيحية الكاثوليكية يعني هو رفض وهنا ليس موقف الباب فقط هو موقف الفاتيكان ككنيسة الدولة بأن هذه المسيحيات بشكله بآخر ليست مقبولة وهو من قال هنا في ألمانيا منذ عام بأن الكنيسة الكاثوليكية هي الكرمة وكل من لا يتصل بهذه الكرمة هو مقطوع عن الإيمان وهذا كان إجحاف بكل المسيحيات الشرقية والوطنية بشكل أساسي يعني المسيحية القبطية مسيحية وطنية المسيحية السريانية مسيحية وطنية المسيحية الأرمانية مسيحية وطنية المسيحية الأشورية مسيحية وطنية وكل ما إلى هناك من هذه الإشكاليات وضع الفاتيكان بسياسته التبشيرية أمام عينه أن ينيه هذه المسيحيات وعندما فشل في تبشير المسلمين لجأ إلى سلاح آخر وهنا أقول الغرب الكاثوليكي إلى سلاح آخر وهو الهجوم طبيعي بشقيه المادي والسياسي والعسكري على الشرق لهدفين وليس لهدف واحد كما يعتقد أخوانا المسلمون الهدف الأول هو إزاحة الكرسي البتركي من أنتاكيا وإزاحة الكرسي البتركي من الأسكندرية وإزاحة المسيحية الأرمانية من أرمينيا بوضع مسيحية جديدة وهي المسيحية الكاثوليكية وهنا كان الصراع كبير يعني الضحايا من المسيحيين في الحروب الصليبية من المسيحيين الشرقين يعادل أضعاف الضحايا المسلمين في الحروب الصليبية وهذه مشكلة وهنا أعود أيضا لسؤالك أين كان العقل لماذا أنا مع فكر أن ينتقد العنف في الدين ولكن الدين لا يعني الإسلام فقط ولا يعني المسيحية فقط وهذه هي إشكالية يجب أن يعطف أمامها نعم عطفا على ما قاله قضية الهرتقة هذه قضية غاية شيقة جدا نفس القضية موجودة في الدين الإسلام وموجودة في الدين المسيح كيف نحكم العقل ونريد أن نحكم العقل في اللهوت وندعو إلى الحوار ثم نتهم من يختلف معي في بعض الأفكار بالهرتقة أي حوار أي عقل في هذا هذا أيضا نذكرني بالسلفيين المتشددين مثلا في الدين الإسلام يرون أن فهمهم للإسلام هو الوحيد للفهم الصحيح وما عداهم فهو زنديق مهارطق خارج عن الملة أتحدث السلفيين فحسب وإنما كل الطوائف الدينية وهنا لا يجب أن نستثني أحدا نعم لا نستثني أقول القضية قضية العقل العقل مطلوب أن يحكم في الدين في النهاية ما هو الدين الدين هي رسالة سماوية في نص النص يخاطب البشر نحن نملك هذا النص كبشر هو يخاطبنا أنا أتذكر مقولة شيقة جدا لعليبنا بيطالب في الصراع وتحكيم القرآن وتحكيم النص المقدس بينه وبينما ويقال القرآن بين دفتين مصحف لا ينطق وإنما يتكلم به الرجال أي نستطيع أن ننطق النص ونجعله يقول ما نريد وهنا دول العقل سواء كان في المسيحية أو في الإسلام أو أي في دين العنف يمكن أن يبرر في أي ديانة ويمكن أن يقاوم في أي ديانة أيضا بالنص المقدس لذلك العقل مطلوب إذن الإشكالية إشكالية التأويل نعم وهي إشكالية مطروحة للمقاش منذ ابن الرجد الله أخوين بالمداخلات يفهموا أن تدخل العقل ضرورة إيجابي وهذا غير مطروحة إشغال العقل في الإيمان أي اللهوت هو كان متوفرا في الحضارة الإسلامية مع علم الكلام وقد أخرجوه منه والمطالبة مع النهد بدأت محاولة إعادة تفعيل العقل وهذا النقد الذي قام به البابا فالكلام أن أين العقل هذا في كلام مع عدم مؤهزة لا ينطبق لأنه كان دائما موجود مع تبريراته الإيجابية والسلبية العقل لو يخطئ من قال أن العقل هو يملك الحقيقة أولا وسانيا بالنسبة تصحيحا للمعلومات قضية التبشير للمسيحيين لم تبدأ في القرن الحادي عشر بالحادي عشر كما ذكرت حاربوا الكنائس هناك موضوع التبشير تم في القرن السادس عشر كردة فعل على البرتستانتية فحصلت ما يسمى في الإلماني أي الإصلاح المضاد وفي هذا الإطار توجهوا إلى الشرق وكان ممنوعا عليهم لم يفشلوا في العمل مع المسلمين بل كان ممنوعا عليهم التبشير بين المسلمين فبدأوا يشتغلون بالمسيحيات الشرقية وقصموها إلى أرتودوكسي وكاتوليك إلى آخرين هذا هو المسار التاريخي تعقيب بسيط لأني أريد أن أستغل ما تبقى من وقت البرنامج في الحديث عن البابا الجديد ومواصفته نعم ما قاله زميلي صحيح ولكن هناك مرحلتين للتبشير في الكنيسة الكاثوليكية المرحلة الأولى بدأت في القرن الحادي عشر لا بل قرن في القرن التاسع تحديدا ومع الرهبان الذين كانوا يرسلون على أعتبارهم سياح أو سواح كما يعرفون في الكنيسة القبطية وهم من بدأوا في فلسطين أولا وثم في لبنان ولجأوا بعد ذلك إلى العراق وكما قلت التبشير المضاد نعم التبشير المضاد أتى في القرن السادس عشر هذا صحيح والبروتستانتية بدأت في نشأتها البروتستانتية الألمانية طبعا ليس الأمريكية في القرن الثامن عشر وتاسع عشر هذا صحيح ولكن يجب أن لا ننسى المسألة الأساسية بأن من لا يخطئ في نظر البابا هو الكنيسة الكاثوليكية وهذه مشكلة نعم أريد أن أسأل عن هوية البابا الجديد أو مواصفات البابا الجديد هل تحتاج الكنيسة الكاثوليكية الآن إلى بابا عالم لاهوت كما كان يدافع عن الديانة وعن العقيدة أم تحتاج إلى رجل قادر على الإصلاح تحتاج إلى رجل قادر على الإصلاح أي إعادة مصار فاتيكان التين والانفتاح على المشاكل الكنيسة الكاثوليكية التي تتعلك بشكل أساسي بما يسمى الأخلاق الجنسية سكسوال موران يعني زواج الكهنة ورسم النساء ودور أكبر لهم في الكنيسة وقضايا من النار هل يمكن أن تحل هذه الخطوات إشكالية الكنيسة في نظرك؟ أعتقد منها ممكن جدا بوادر الإصلاح لو انتخبنا بابا قادر على الإصلاح وهذه المشاكل العالقة ممكن أن تصلح العلاقة بين الكنيسة والمجتمع أتمنى أيضا أن يكون البابا الجديد قادر على الحوار مع الآخر خاصة مع المسلمين لإزالة الرواسب وبناء تفاهم جديد بين الديانتين بين الديانات دهما نوقت البرنامج أشكركم مشاهدين الكرام على حسن تتبعكم وأشكر أيضا ضيوفي يوسف كورية عاصم حفني ورالف غدبان شكرا لحضوركم ومشاركتكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة